في اكبر احتجاج منذ اعوام احتشد الالاف في العاصمة التايلندية بانكوك للمطالبة باقالة رئيس الوزراء برايتو تشان اوتشا كما طالب بعض قادة الاحتجاج باصلاحات للحد من سلطات النظام الملكي وتعهد بمواصلة تلك الدعوات على الرغم من الضغوط الرسمية لوقف التظاهرات من الواضح ان هؤلاء الناس اليوم لم يعودوا يتسامحون مع النظام الملكي ويرغمون في رؤية التغييرات لذلك اذا لم تتم الاستجابة للمطالب العشرة المتعلقة باصلاحات الملكية فقد يؤدي ذلك الى تصاعد التظاهرات واقتحم المتظاهرون بوابات جامعة التاماسات التي ينظر اليها منذ مدة طويلة على انها بؤرة لمعارضة المؤسسة العسكرية والملكية ويوافق التاسع عشر من سبتمبر ايلول ذكرى انقلاب عام 2006 على رئيس الوزراء حينها تاكسين شنواترا وكان الكثير من انصاره من اصحاب القمصان الحمراء بين المحتجين واشتبكوا مع اصحاب القمصان الصفراء الموالية للسلطة وبدأت الاحتجاجات في التنانث تايلاند منذ منتصف يوليو الماضي للمطالبة بتنحي الحكومة وصياغة دستور جديد واجراء الانتخابات كما كسر المتظاهرون حاجز انتقاد الملكية الذي كان محظورا من قبل واتسمت السياسات التايلاندية على مدى سنوات بالتحديات التي واجهتها المؤسسة الملكية والعسكرية من قبل السياسيين المدعومين من الناخبين الفقراء في المناطق الحضرية والريفية ومؤخرا بات الطلبة من بين المؤيدين لهؤلاء الساسة